السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم في الوحدة الثانية المجالات الكهربائية وقانون كولوم 2 إلى 4 قانون كولوم والمجالات الشعاعية ينتج أي جسم مشحون كهربائيا مجالا كهربائيا بالحيز من حوله وقد يكون الجسم صغيرا كالالكترون أو البروتون أو قد يكون كبيرا بحجم كوكب مثلا فعندما نقول أن الجسم ينتج مجالا كهربائيا يعني أنه سيؤثر بقوة على أي جسم مشحون آخر موجود في هذا المجال استطاع العالم الفرنسي شارلز كولوم من استخدام مصطلح الشحنة الكهربائية النقطية والتي تكون صغيرة جدا ومهملة الشكل كما اقترح قانون يصف القوة التي يؤثر بها جسم مشحون على جسيم آخر سمي هذا القانون قانون كولوم وينص على أن تؤثر أي شحنتين نقطيتين إحداهما على الأخرى بقوة كهربائية تتناسب طرديا مع حاصل ضرب مقدار الشحنتين وعكسيا مع مربع المسافة بينهما وللتوضيح أكثر فإننا نعتبر شحنتين نقطيتين Q1 و Q2 تفصلهما مسافة R والقوة التي تؤثر بها كل شحنة كهربائية على الأخرى هي F وبناء على قانون نيوتن الثالث للحركة فإن الشحنتين النقطيتين تتفاعلان فيما بينهما وبالتالي تؤثر إحداهما على الأخرى بقوة مساوية في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه تعتمد القوة الكهربائية على 1- مقدار كل من الشحنتين طرديا 2- المسافة بين الشحنتين عكسيا ويمكننا كتابة الصيغة الرياضية كالتالي F تساوي K Q1 Q2 على R تربيع حيث K هو ثابت كولوم ويساوي 1 على 4 باي إبسلون نوت حيث إبسلون نوت تعرف باسم السماحية الكهربائية للفراغ وتساوي قيمتها 8.85 في 10 أو السالب 12 فاراد في المتر أو السالب واحد وبالتالي يمكن كتابة معادلة قانون كولوم كالتالي F تساوي Q1 Q2 تقسيم 4 باي إبسلون نوت R تربيع حيث F هي القوة بين الشحنتين بوحدة النيوتن وQ هي الشحنة بوحدة الكولوم وR هي المسافة بين مركزين الشحنتين بوحدة المتر ويتشابه قانون النيوتن الجاذبية بقانون كولوم فكلاهما يتبعان قانون التربيع العكسي فعند زيادة إحدى الشحنتين للضعف تزيد القوة للضعف وعند زيادة كل من الشحنتين للضعف تزيد القوة أربعة أمثال وعند زيادة المسافة للضعف تقل القوة إلى الربع بعض الملاحظات المهمة واحد إذا كان لدينا شحنتين كهربائيتين مختلفتين فإن القوة F تكون سالبة ونفسر ذلك كقوة تياذب اثنين إذا كان لدينا شحنتين كهربائيتين متشابهتين فإن القوة F تكون موجبة ونفسر ذلك كقوة تنافر ثلاثة عندما تكون القوتان في نفس الاتجاه فإن محصلة القوتين تساوي F1 زايد F2 أربعة أربعة عندما تكون القوتان متعاكستان فإن محصلة القوتين تساوي القوة الأكبر ناقص القوة الأصغر في اتجاه القوة الأكبر وبالقانون فإن F تساوي F1 ناقص F2 مهارة عملية استقصاء قانون كولوم من الصعب جدا استقصاء القوة بين الإقسام المشحونة لأن الشحنة الكهربائية تميل إلى التسرب بعيدا في الهواء أو الأرض كما أن كمية الشحنة الكهربائية من الصعب قياسها وعادة ما تكون صغيرة من الطرق المستخدمة لاستقصاء قانون التربيع العكسي لكرتين فلزيتين مشحونتين بشحنتين موجبتين تثبت أحداهما على الميزان الإلكتروني ثم تقرب الكرة الأخرى المشحونة بنفس الشحنة إلى الأسفل من الكرة الموجودة على الميزان فتقل المسافة الفاصلة بينهما وبالتالي تزداد قوة التنافر بينهما وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة في قراءة الميزان شدة المجال الكهربائي لمجال شعاعي تعرفنا مسبقا أن شدة المجال الكهربائي عند نقطة تعرف بأنها القوة لكل وحدة شحنة كهربائية وذلك حسب العلاقة E تساوي F تقسيم Q وتعطى القوة بين شحنتين نقطيتين من العلاقة F تساوي Q1 Q2 تقسيم 4 باي إبسلون R تربيع ومن تعويض قيمة القوة الكهربائية F في المعادلة الأولى نحصل على معادلة شدة المجال الكهربائي E بسبب الشحن الكهربائي عند مسافة هي شدة المجال الكهربائي الناشئة عن الشحنة الكهربائية Q بوحدة نيوتن في الكولوم والسالب 1 و R هو بعد النقطة عن الشحنة النقطية بوحدة المتر ومنها فإن شدة المجال الكهربائي تعتمد على 1 كمية الشحنة المسببة للمجال 2 مربع المسافة الفاصلة ونلاحظ أن ألف شدة المجال الكهربائي E ليست ثابتة بل تتناقص كلما ازدادت المسافة R وذلك لأنها تخضع لقانون التربيع العكسي ب بما أن القوة كمية متجهة إذن فشدة المجال كمية متجهة أيضا نحتاج إلى تحديد اتجاهها ومقدارها جيم اتجاه المجال يعتمد على نوع الشحنة وهو خارج من الشحنة الموجبة وداخلا في الشحنة السالبة دال عندما يكون المجالان في نفس الاتجاه فإن محصلة شدة المجال الكهربائي E تساوي E1 زائد E2 ها؟ عندما يكون المجالان متعاكسان فإن محصلة شدة المجال الكهربائي تساوي مقدار شدة المجال الكهربائي الأكبر ناقص مقدار شدة المجال الكهربائي الأصغر في اتجاه شدة المجال الكهربائي الأكبر فتصبح E تساوي E1 ناقص E2 واحد في ذرة الهيدروجين إلكترون وبروتون إذا كانت المسافة الفاصلة بينهما 5.3 في 10 والسالب 11 متر احسب مقدار القوة وحدد نوعها باستخدام قانون كولوم F تساوي Q1 Q2 تقسيم 4 باي إبسلون نوت R تربيع ثم نقوم بالتعويض شحنة كل من الإلكترون والبروتون متساوية وتساوي 1.6 في 10 والسالب 11 فنعوض Q1 باعتبارها شحنة الإلكترون 1.6 في 10 والسالب 11 ضرب Q2 باعتبارها شحنة البروتون 1.6 في 10 والسالب 11 تقسيم 4 باي ضرب الإبسلون نوت 8.85 في 10 والسالب 12 ضرب المسافة بينهما 5.3 في 10 والسالب 11 تربيع بالآلة الحاسبة فإن مقدار القوة F يساوي 8.2 في 10 والسالب 8 نوتن وبما أن الشحنتين مختلفتين إذن فنوع القوة هو تقاذب 2.2 شحنتان كهربائيتان تتنافران بقوة 4 في 10 أس 4 نيوتن عندما تكون المسافة بينهما 30 سنتيمتر أحسب القوة المتبادلة بينهما عندما تصبح المسافة 15 سنتيمتر في السؤال أعطاني قيمة القوة عندما تكون المسافة بين الشحنتين 30 سنتيمتر ثم طلب مني إيجاد القوة عندما تصبح المسافة 15 سنتيمتر ونلاحظ تكرر كل من القوة مرتين والمسافة مرتين لذلك سوف نستخدم قانون النسبة والتناسب في إيجاد القوة في الحالة الثانية القانون هو F1 على F2 يساوي R2 تربيع تقسيم R1 تربيع ثم نقوم بالتعويض القوة F1 تساوي 4 في 10 أس 4 تقسيم القوة F2 هي المطلوبة تساوي المسافة الثانية 15 سنتيمتر أقوم بتحويلها ويضربها في 10 أس سالب 2 لكي يحولها من 1 سنتيمتر إلى 1 متر فتصبح R2 15 في 10 أس سالب 2 لكل تربيع تقسيم R1 30 سنتيمتر أضربها في 10 أس سالب 2 لتحويلها إلى 1 متر فتصبح R1 30 في 10 أس سالب 2 تربيع ثم أقوم بعملية الضرب التبادلي لإيجاد F2 أضرب المتقابلين وأقسم على الباقي حيث أقوم بضرب 30 في 10 أس سالب 2 تربيع ضرب 4 في 10 أس 4 لكل تقسيم 15 في 10 أس سالب 2 تربيع نحصل على قيمة F2 تساوي 1.6 في 10 أس 5 نيوتن 3- تتجاذب شحنتان بقوة 60 نيوتن عندما كانت المسافة الفاصلة بينهما 20 سنتيمتر ألف كم تصبح تلك المسافة لكي تصبح القوة 15 نيوتن ب كم تصبح القوة عند زيادة كل من الشحنتين إلى الضعف ونقص المسافة إلى النصف حل السؤال ألف عن طريق قانون النسبة والتناسب F1 على F2 تساوي R2 تربيع على R1 تربيع ثم نقوم بالتعويض القوة F1 تساوي 60 تقسيم القوة F2 تساوي 15 يساوي المسافة الثانية R2 وهي المطلوب تقسيم المسافة R1 20 تربيع ثم نوجد قيمة R2 عن طريق الضرب التبادلي فنضرب المتقابلين ونقسم على الباقي 20 تربيع ضرب 60 تقسيم 15 يساوي 1600 سنتيمتر وألاحظ أن قيمة R2 بوحدة السنتيمتر لأني لم أقم بتحويل قيمة الاروان إلى وحدة المتر ثم نوجد قيمة R2 بإيجاد الجذر جذر الارتو تربيع رح يصبح عندي R2 وجذر 1600 رح يساوي عندي 40 سنتيمتر أو 0.4 بوحدة المتر السؤال كم تصبح القوة عند زيادة كل من الشحنتين إلى الضعف ونقص المسافة إلى النصف نكتب الافتراضات على شكل معادلة Q1 رح تساوي 2Q1 وQ2 رح تساوي 2Q2 وذلك من خلال السؤال افترض أن كل من الشحنتين يتضاعف وبالتالي عطيته Q1 2Q1 وQ2 2Q2 ثم نقص المسافة إلى النصف يعني الار رح تصبح نصف ار او ار على اثنين بعد ذلك اقوم بكتابة القانون F تساوي Q1 Q2 تقسيم 4 باي ابسلون نوت ار تربيع ثم اقوم بالتعويض Q1 تساوي 2Q1 وQ2 تساوي 2Q2 وR تساوي R على 2 لكل تربيع بعد ذلك اقوم بتربيع الار على 2 فتصبح الار R تربيع وتصبح الاثنين 4 وبما ان الاربعة في مقام المقام لذلك سوف يرفع الى البسط بعد ذلك اقوم بكتابة الارقام مع بعضها الباب 4 ضرب 2 ضرب 2 ضرب Q1 Q2 على 4 باي ابسلون نوت R تربيع حيث ان Q1 وQ2 تقسيم 4 باي ابسلون نوت R تربيع هي الـ بمعنى ان المعادلة سوف تصبح 4 ضرب 2 ضرب 2 ضرب F ثم اقوم بالتعويض عن قيمة F وهي تساوي 60 نوتن فتصبح المعادلة 4 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 60 بالآلة الحاسبة فان قيمة F تساوي 960 نوتن أربعة شحنتان مجبتان موضوعتان على بعد ثلاثة متر من بعضهما كما بالشكل احسب قيمة شدة المجال الكهربائي عند النقطة B والواقعة في منتصف المسافة بين الشحنتين في هذا السؤال يجب أن أحسب شدة المجال الكهربائي للشحنة الأولى ثم شدة المجال الكهربائي للشحنة الثانية وبما أن الشحنتين مجبتين أو متشابهتين يعني ذلك أن المجالين متعاكسين بالاتجاه وبالتالي أستطيع الحصول على المحصلة من خلال طرحهما من بعض إذن في البداية نوجد قيمة شدة المجال الكهربائي للشحنة الأولى E1 تساوي Q تقسيم 4 باي إبسلون نوت أرت أربيع حيث قيمة Q 5.8 في عشرة والسالب 6 تقسيم 4 باي في قيمة الإبسلون 8.85 في عشرة والسالب 12 ضرب البعد R يساوي 1.5 تربيع لأن النقطة B تبعد عن الشحنة الأولى بمقدار نصف الثلاثة متر بالآلة الحاسبة شدة المجال الكهربائي E1 تساوي تقريبا 23.2 في عشرة والثلاثة نيوتن في الكولوم والسالب 1 ثم نوجد شدة المجال الكهربائي للشحنة الثانية E2 تساوي Q تقسيم 4 باي إبسلون نوت أر تربيع وبالتعويض فإن Q تساوي 2.5 في عشرة والسالب 6 تقسيم 4 باي وقيمة الإبسلون 8.85 في عشرة والسالب 12 ضرب البعد R 1.5 تربيع فتظهر قيمة شدة للمجال الكهربائي E2 تساوي تقريبا 10 في عشرة وستلاثة نيوتن في الكولوم والسالب 1 وكما ذكرنا سابقا بما أن المجالين متعاكسين بالاتجاه نقوم بعملية الطرح حيث نطرح القيمة الأكبر من القيمة الأصغر في اتجاه القيمة الأكبر فE تساوي 23.2 في عشرة وستلاثة ناقص 10 في عشرة وستلاثة تساوي المحصلة لشدة المجال الكهربائي 13200 نيوتن في الكولوم والسالب 1 في اتجاه الشحن الأكبر تساوي المحصلة